أعوذ بالله المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم مع التحليل بالوحدة العاشرة والأوساط المواد الإشعائية Radioactive Pollutant ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة اليوم نتعرف تعريف وخطورة الإشعاعات نتناولها في هذا المقطع الإشعاع رادييشن هو انتقال الطاقة عبر الفضاء الخارجي وعند اختراقه للمادة في أنه يتعامل معه وفقا لنوع الطاقة ونوعية الإشعاع إذن هنا شيئين يحددا كيف يتفاعل إشعاع مع أي مادة يتداخل معه نوعية الإشعاع ونوع الطاقة الإشعاع يصدر من زرات العناصر نتيجة لانتقال الإكترونات من المدارات المختلفة للنواء وعند عودتها في أنها تطلق الطاقة وهذه العناصر التي يحدث لها ذلك تسمى بالنظائر المشعة مثال يوراني متفكك متحول إلى الثوريوم والثوريوم وأشعة ألفا وبيتا يعني إذا كان عندنا مدار هنا ويوجد فيه إلكترون وانطلق إلى مدار أعلى هذا الإلكترون عندما يرجح هذا الإلكترون هنا إلى مرة ثانية تنطلق الإشعاعات وهذا الشرح لكيف يصدر الإشعاع من الزرات التحلل الإشعاعي ريديو أكتف ديكي هو عملية تلقائية تحول فيها العنصر إلى عنصر آخر وذلك نتيجة لفقدان جسيمات إشعاعية مثل ألفا وبيتا وكذلك قاما نرى في الشريح القادم كيف يتم ذلك تسبب الإشعاعات كثيراً أمراض مثل السرطان والأمراض الوراسية والتشوهات الخلوقية وذلك عرفنا أنه من المؤسرات الصحية المتأخرة بالنسبة للإشعاعات على صحة الإنسان تفقق جسيمات ألفا وبيتا هنا نرى بشكل واضح في المعادلات الغادمة جسيمات ألفا نتيجة من تفقق اليورانيوم نرى كيف أن جسيمات ألفا نتيجة من تحول اليورانيوم إلى الثوريوم ونرى هنا تحول أيضاً إلى الرصاص عندما يكون تفقق ألفا بشكل مستمر يتحول اليورانيوم إلى الرصاص وهنا أيضاً جسيمات بيتا نتيجة من تفقق اليورانيوم ونرى أن اليورانيوم تحول إلى زرتين أخرى باريوم وكريبتون ونشوف بشكل واضح جسيمات بيتا بهذا الشكل الشعة ألفا تتكون جسيمات ألفا من اثنين من البروتونات واثنين من الاتيران تطابق مع نواة الهيليوم تطلقها عناصر طبيعية مثل اليورانيوم والراديوم وقدرة على الاختراق قدرة على اختراق الخلايا الحية ضعيفة ولكن تأينها وتحدس لها ضررا يعني قدرة على اختراق الخلايا ضعيف أي الخلايا لا تقدر تخترقها ولكن تحدس تأين على الخلايا وتحدس لها ضررا الشعة بيتا هي عبارة عن إلكترونات وتحمل شحنة سالبة تحمل شحنة سالبة أو موجبة وقدرة نفازها داخل أنسجة كبيرة أي تنفيذ داخل الأنسجة وهي خفيفة مقارنة بأشعة ألفة أشعة غاما تصدر عن الأنوية غير المستقرة على شكل أشعة كهرومغنصية طاقة عالية ولها القدرة على اختراق الأنسجة الحية وأيضا هي ممكن تخترق الأنسجة الحية أشعة ألفة تحكيبها ورقة وأشعة بيتة تحكيبها شريحة ألمونيوم وأشعة غاما يحكيبها لوح من الرصاص وهنا الرسم واضح أن أشعة ألفة هذه ورقة وهذا لوح من الألمونيوم وهذا لوح من الرصاص فنرى أن أشعة ألفة يعني من البداية تحكيبها ورقة هنا وأشعة بيتة تخترق هذه الورقة إلى أن تصل إلى لوح أو شريحة ألمونيام تحجبها وشعة قامت اخترق كل هذه ولكن تحجب عند هنا لوح من الرصاص وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصف في مقاطع أخرى إن شاء الله